حسن الخاتمة ان الله سبحانه وتعالى يوفق العبد العمل صالح قبل ما ماته توب من الزنوب ومن المعاصي بدل ما بقى عندي جميل انت بتقجاري على فكرة وانت بتعملي طاعة للزوج لو فيه نواية لو فيه ايه نواية لكن ان الواحد بس يطلع انطار زيادة ويطلع درجة زيادة لا انا عندي نواية وعندي ردر الله عز وجل رقم واحد في حياتي كل الدنيا هجيلك تحت رجلك تأتي اليك الدنيا جرجرة تحت رجلك حسن الخاتمة من ربنا يخليك في اخر عمرك تقبل على الطعط ويا رب اجعل رمضان ده يا رب اقسامنا عليك وقبل على الطعط والقرآن اللهم امين يا رب نسألك بحق حبك في رسولي لنسألك يا رب بحق لا اله الا انت سبحانه انت جعل لنا حال مع القرآن في رمضان ده يا رب نطلع منه بقيت عمرنا اجعل لنا حال يا رب خاص مع القرآن تدبر وفهم وحفظ اللهم امين فربنا يسر لك طاعة طاعة تموت فيها وتحسن لك الخاتمة هو ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبد خير وفقه اذا الله بعبد خير استعمله قالوا فيما استعمله يا رسول قال لي وفق العمل صالح قبل ما ماته فيموت عليه فالمرء يعيش يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه حسن الخاتمة العلامة الظاهرة قوي اللي شوفها الميت في حسن الخاتمة نزول الملايكة واعرف ناس كتيرة جدا 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 وحكت لكم دايما عن عن حد وانا كنت لسه بنت قبل ما تزوج جرنا وجدتي قالتلي ده في حالة ومش هارف ايه وبترى علي ايه ما نقف جانبه امه فلان يعني زوجها في حالة صعبة وروحت وعملي الراجل الراجل اصلا كان مشلول والله شوفته كان مشلول وبعدين الراجل يعني زي ما تقولي فاق كده من سكرات الموت الله وعليكم السلام الله وعليكم السلام ايه الله اه tengo انا عملول يا ربي ما فيد سلف يقول ايه وعليكم السلام واتفضلوا اتفضلوا ووسعوا لهم وعملي ووسعوا لهم ووسعوا لهم اتفضلوا وراجل الله مبارك واحد تاني كانت زوجته توفاها الله وهو في سكرات الموت عرق شفتوا اللي جايبين عليه مية حنفة مية بدش مية مفتوح وعلى السرع عرق 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 والله ما صلي على محمد والله ما صلي على محمد يا حبيبي يا رسول الله الراجل المشهور تاني بقول لكم ده بيقوم ويقوم ويقعد بس قال لهم وعليكم السلام اتفضلوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل تتنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجند التي كنتم توعدون اول علامة اول علامة ان الله صحانه تعالى يبشروا بملايكة جاية يبقى شايف ايه ما يعرفش بكرين الفيديو اللي كان منتشر الراجل اللي كان كأنه بتوضى ويعمل ويتوضى وبعدين يصلي اللي كان تشر الفترة بقيت على اليوتيوب حاجة عظيمة جدا من علامات حسن الخاتمة ان يختم لك بالشهادة اشهدوا ان لا اله لا وشهدوا محمد الرسول الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجند هو ده حسن الخاتمة هجاوبكو انا هجاوب على الاسئلة يعني هعمل يعني فترة حلوة النهاردة هجاوب على الاسئلة اللي انت وره بس خلونا نقول فكرة البس تمام رقم اتنين من علامات حسن الخاتمة زي ما قلتلكم يرشح الجبين النبي صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن عرق الجبين انت بص تلاقيه كده وتخرج الروح زي المية ما تخرج كده من فيه الثقاء سالسة روح المؤمن اما روح الكافر كأن الصوف شفته الصوف وجاي شوك عليه وبيقطع الصوف الشوك بصوا عايزيني خلص الصوف من الشوك نعمل ايه يتقطع كده والناس عايزوا بالله يا رب نسالك يا رب حسن الخاتمة واذا قبضت ارواحنا يا رب ان تكون عند قبضها شفيقة وعند نزعها رفيقة اللهم امين يا رب اللهم امر ملك الموت ان يكون عند قبض ارواحنا شفيقة وعند نزعها رفيقا يا رب العالمين اللهم امين وانزع انت ارواحنا يا رب يا رب يا رب جعلها حسن خاتمة يا رب اللهم امين ادعو ادعو كمان من علامات حسن الخاتمة انك انت تموت للجمعة برضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نسم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الاثنين يوم الجمعة يليلتها إلا وقال الله فتنة القبر فتنة القبر طبعا فتنة القبر رهيبة قال لو نجى منها سعد نجت منها الأمة فاختلفت الأضلاع يعني اليمين جي في الشمال والشمال جي في نساء الله العفوة العفوة قولوا أمين يا رب الله أمين كمان من علامات حسن الخاتمة الشهيد الاستشهاد الشهدة في سبيل الله ما تعدون الشهيدة فيكم قال له رسوله من كترة في سبيل الله فهو شهيد قال لا شهداء أمتي قليل النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي مات في سبيل الله فهو شهيد واللي مات في الطعون فهو شهيد واللي مات في المطون فهو شهيد والغريق شهيد كل دي من علامات حسن الخاطمة ان شاء الله كمان اللي مات بسبب الهدم الشهداء خمسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المطعون والمطون والغريق والغرق وصاحب الهدم الشهيد في سبيل الله دولة خمسة فدي برضو من علامات حسن الخاطمة كمان من علامات حسن الخاطمة اللي خاصة بينا احنا كنساء الموت المرأة في نفاسها هي بسبب انها بتولد ولدها وحامل به طبعا حديث الإمام اللي قاله سيدنا في مسند أحمد قال إن المرأة بيقتلها ولدها جمعاء دي شهادة بيجرها ولدها بصره هو المشيمة بتاعته إلى الجنة يعني هو توفى الله وماتت وهي بتولد أو ماتت وكذا فالمشيمة بتاعته أو مات ولدها وهي كذا فهي توفاها الله فهي برضو دي مقام الشهدات كمان الحرق الحرق شهادة كمان اللي بيموت دون عرضه ودون ماله فهو دون أرض فهو شهيد كل ده فهو دون دم ودون عرض فهو إيه فهو شهيد والشهادة علامات حسن الخاتمة كمان اللي بيموت مرابط في سبيل الله يعني حديث النبي رباط يوم وليل في سبيل الله خير من صيام شهر رباط يوم وليل في سبيل الله خير من صيام شهر وإن مات جرى علي عمله إلى يوم القيام عمره الحسنات عمله بالدر وعداد الحسنات شغال الى يوم القيام من علامات حسن الخاتمة ان هو يقول لا اله الا الله ويختم بلا اله الا الله الصحابة مات على ايام العهد النبي صلى الله عليه عليه واحد ما بيقولش جروا عنها مع رساته السلام لسانه معلّق في الحلقة من كتر لا اله الا الله شوفوا مخرج اللهم فين فهو من كتر لا اله الا الله حلقه علق بيها تمام الواحد يلحي بس على الله سبحانه وتعالى في الدعا والله أعرف اختي أنا أعرف كده فلانة بتاعت حسن الخاطمة من كتر دعوتها اللهم أحسن لنا الخاطمة يا رب اللهم أحسن لنا الخاطمة طبعا من أسباب حسن الخاطمة أنك توزب على صلاتك أنك تبقى أمن مقيم الصلاة أنك إنت إزا يبقى عندي حسن الخاطمة أننا على أقل أصلي حديث من صلى البردين في جماعة الصلاة في جماعة البردين الفجر والعصر دخل الجنة الله أصلا دايما واظب على الفجر والعصر في جماعة دخل الجنة صلى البردين في جماعة دخل الجنة الإيمان وصلاح العمل فمن آمن وأصلح هي إلا حصل فلا خوف عليهم ولهم يحزنون مجرد انك تؤمن وتعمل صالب بس والله الدين سهل ولله الدين سهل لكن احنا لمشاء الله علينا طق والله عز وجل في السر والعن من أسباب حسن الخاتمة تلك الدارة الأخيرة مالهة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المين والعاقبة المتقين جعلنا منهم رب أولو أمين